امباركت فيه مباراة والدية الاهلي طبعا بيلعب ناقص حوالي 20 لعب يعني نقدر نقول فرقة بالكامل مش موجودة كان بيلعب مباراة والدية مع الاخدود السعودي في امارة الشرقة على اتحاد كلباء وخسر الاهلي 1-2 كان متأخر في النتيجة 0-2 ولكن امبارح كولر كان كل يهمه يدفع بالعناصر الجاية من قطاع ناشئين يشوف وسامبو علي في اول مباراة والدية يدي مساحة وقت شوية لمحمد الدو كريستو بحيث ان اللعيبة دي او لسه وسام جاي منتقل حديثا كريستو كان مصاف فترة طويلة جدا يعني اللعيبة الاساسية كمان اللي موجودة مع الاهلي وما كانتش تلعب مع المنتخب او مش موجودة مع المنتخب برضو كان محتاج يشوفها بعد فترة راحة سلبية هدف كريستو ده على فكرة هدف رائع جدا 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 اولا سبرينت بسم الله ما شاء الله سرعة تحكم في الكورة مسافة الجار يبصوا الاستلم الكورة من قبل نص الملعب وفيه اتنين بيحاولوا يلحقوه والراجل بنفس يعني قياس السرعة اللي ماشي به ما متأخرش رغم ان الكورة في حوزيته فبالتالي ممكن يتأخر بالكورة عكس المدافع اللي ممكن يلحقوه ولما وصل لمنطقة الجزاء شوفوا اللمسة اللي عملها في راكمة الكورة كريستو لعب مميز جدا نتمنى يا رب بإذن الله الفترة الجاية ياخد مساحة شوية من المباراة للملعب بصراحة يعني انا زعلان جدا ان الاصابات بعادته فترة طويلة جدا عن المشاركة الاساسية الباصل اتعامل لكريستو كان من وسام بوعالي المهاجم الفلسطيني وسام انسجم مع اللعبة الاجواء المحيطة كده في معسكر الفريق والكوليس اللي بنشوفها كده يوميا من البعثة الاعلامية للقناة النادي الاهلي سواء من زمنا فارغ صلاح او احمد يحيا فيها لقطات تبين يعني ان في انسجام في تعاون في يعني لعيب منطق الحديثا دخل في الهارموني كده جوه الاجواء مع كهربة مع افشة مع حسين مع اقرم يعني تعرفين الاهلي دايما ليه مدرسة كده لما لعيب بيجي جديد ما بيخدش وقت على ما يتأقلم وينسجم على طول بيخش فيه اجواء فريق النادي الاهلي عايزة لقوا لحاجة امبرح وسام بوعالي المهاجم الفلسطيني شارك في 45 دقيقة عمل ايه صنع هدف وتسبب فيه ضرب التجزاء فبداية موفقة ليست مقياس على ان وسام هيقصر الدنيا وياخدغ الدنيا من اول يوم ادوا اللعيبة الجديدة مساحة ان هي تظهر امكانياتها على فكرة المباراة الودية دي فرصة عشان اللعيب الجديد يخش ينسجم مع الفريق فالمباراة فيها استفادات اهم كتير جدا من النتيجة الاهلي بدأ امبرح المباراة بتشكيل مكون من مصطفى شبير في حراسة المرمى خط الظهر اكرم توفيق مازن اسامة معتز محمد ابراهيم عبد الحكيم فيه اربعة في وسط الملعب مصطفى ابو الخير فارس خالد عمر السلية طاهر محمد طاهر كريم فؤاد وانطوني مودست تم الدفع في الشوت التاني برامي ربيع حسين الشحات كريستو أفشا وسام المباراة المهم بغض النظر عن النتيجة ان اللعيبة ظهرت تألقت يعني الحمد لله عشان تستفيد من معدل يعني حمية المباراة وحساسية المباراة في الفترة جاء في الظل ان فيه لعيبة كتير جدا موجودة حالية مع منتخب مصر تم اللعيبة مع منتخب مصر قال يو ديانج مع مالي تونس معها علي معلول جنوب افريقيا بيرستاو التلاتة النهاردة يعني ربنا يكون فالم عن ضم نفسها قوية جدا للاستكمال المشوار في الفترة اللي جاية اتمنى يا رب بإذن الله النهاردة التلاتة يتأهلوا يعني مالي عندها فرصة تتصدر المجموعة جنوب افريقيا وتونس ماتش صعب جدا لما ريجي التريند افريقي نتكلم عن التفاصيل دي ولكن ان شاء الله بإذن الله لعبت الاهل موجودة في المنتخبات تظهر بشكل كويس في الفترة اللي جاية رامي ربيعة جات له ضرب الجزاء وفي حتة جده قانونية يا رامي لما تشوت ضرب الجزاء وتيجي في القائم ما تلمس الكورة لنساعتها الحكم ما يحتسب عليك ضربة حرة غير مباشرة لما تشوت الكورة في المرمى وتصطدم بالقائم او بالعرضة ما تلمس الكورة زميل يستلمها ويشطها او انت تشطها بعديه لكن تستلم الكورة هيبقى ضربة حرة غير مباشرة فانبرح الحكم اللي قدر المباراة حسب بالتأكيد ضربة حرة غير مباشرة على رامي ربيعة لو لما سدد الكورة جات في القائم وبالتالي ارتدت ليه وعلى هذا الأساس ما كانش ينفع هو يشوتها تاني في المرمى اهو دي ضربة الجزاء وسامبو علي نجح كده فيه بيراوغ وبيرقص لاعب الاخدود السعودي خد ضربة جزاء يعني رامي ربيعة كان هو اللي تم اختياره ليه تسديد راكلة الجزاء بص بقى في ضربة الجزاء وهو رامي بيسدد خد الكرة بيسدد الحارس ما صدهاش لو الحارس صده رامي استلامه عادي ولكن جات في القائم ورددته لما تردله هنا لأ ضربة حرة غير مباشرة ده قانون اللعبة وما فيش لعب لمسها قبل رامي ربيعة وبالتالي هنا قرار الحكم كان سليم عموما نتمنى يا رب يكون فيه استفادة كبيرة جدا من هذه المباراة ولسه فيه مباراة تانية بإذن الله يوم الجمعة مع فريق حتى الامارات النهاردة يوم فريق راحة للفريق التدريبات يومية مباراة ودهية فكولر النهاردة الجانب بقى الترفيه اللي موجود فيه المعسكرات الطويلة لزي دي مهم جدا للعيبة والجهاز الفني يحصلوا له عشان يكون فيه تجديد دوافع ابتداء من تدريب الغد تلعب مباراة ودهية الجمعة وترجع السبت ان شاء الله عشان تستعد لمباراة شباب بلسداد يوم 16 فبراير طيب تريند أفريقيا وأخبار أفريقيا وموضوعات وفيديوهات وقضايا مهمة جدا